تبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل مجلس الوزراء قرر النهاردة حظر دخول المواطنين القطريين وكمان جميع المسافرين الحاملين الجنسية القطرية حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر وده اعتباراً من يوم الجمعة اللي جاي وحتى إشعار آخر وده طبعاً في ضوء الإجراءات الاحترازية اللي بتتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكانت السلطات القطرية قررت مؤخراً حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية وكمان جميع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر وارجعت قرارها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مجلس الوزراء